اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري البداية بشأن الفلسطيني استشهد 67 فلسطينيا وصب 106 اخرون خلال 7 مجازر صهيونية شهدها قطع غزة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية وافد بيان لمصالح الصحفي غزة الاثنين بارتفاع الحصيلة الاجمالية للعدوان الصهيوني الى 31.112 شهيدا و 72.760 مصابا منذ 7 اكتوبر الماضي المصالح ذاتها اشارت الى ان 72 بالمئة من الضحايا من الاطفال والنساء اذا استشهد 16 فلسطينيا وصيب العشرات اطرى قصف صهيوني استهدف منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة وسط القطاع وافدت وكالة الانباء الفلسطينية وفاء الاثنين بان المنزل يعود لعائلة ابو شمالة القريب من مسجد الفاروق واشارت الى ان اغلب الضحايا من الاطفال والنساء انتشرت طواقم الاسعاف ومواطنون مساء احد جثامين عشرة شهداء بينهم اطفال ونساء من منزل في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة وتم نقلهم الى مستشفى الشفاء وحسب ما افادت به وكالة الانباء الفلسطينية فان المنزل كان قد تعرض لقصف صاروخي من طائرة حربية صهيونية في وقت سابق من يوم امس استشهد عدد من الفلسطينيين واصيب اخرون الاحد في قصف نفذه طيران الاحتلال الصهيوني على عدد من المنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وافادت وكالة الانباء الفلسطينية بان طائرات الاحتلال استهدفت منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع ما ادى الى استشهاد عدد من الفلسطينيين واصابة اخرين ابدت الامم والمتحدة تفاؤلا حذرا بشأن استئناف بعض الدول الغربية تمويل وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين انروا في وقت اتسعت فيه دائرة المشاككين في جدوى خطط الاغاثة الامريكية القائمة على تشييد ميناء على سواحل غزة لإصال المساعدات بحرا نحو القطاع المحاصر من جديد تستأنف دول عدة تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد ازيد من اربعة اشهر من تعليق ست عشرة دولة تمويلها للانروا على خلفية مزاعم صهيونية بظلوع بعض افراد الوكالة الاممية في عملية طوفان الاقصى في السابع اكتوبر المنصرم مزاعم دفعت الانروا الى انهاء عقود المتهمين وفتح تحقيق داخلي في الامر هذا الاستئناف يأتي في وقت تتفاقم الازمة الانسانية في غزة ويقف خلالها ساكن القطاع على شفى المجاعة النجاة منها تتطلب دعما سريعا يشمل امداد المنطقة بالمساعدات اللازمة اجراء باشرت فيه بعض الدول الغربية نقول الان انه من بين تلك الاثنين وثمانين مليون يورو سنقوم بتوزيع الدفعة الاولى البالغة خمسين مليون يورو الان اي في بداية الاسبوع المقبل بشكل اساسي اما المبلغ المتبقي وقدر اثنين وثلاثين مليون يورو فسيأتي لاحقا عندما تقوم الانروا بتنفيذ الاتفاقية التي توصلنا اليها معهم السويد اعلنت عزمها ارسال تسعة عشر مليون دولار كبداية لاستئناف التمويل فيما سترسل نفس المبلغ تباعا من اجمالي ثمانين وثلاثين مليون دولار خصصتها الحكومة لصالح الانروا العام الجاري بشرط فرض المزيد من الرقابة على الانفاق وطواقم العمل الخاصة بالوكالة الحكومة الاسبانية بدورها اعلنت تقديم مساعدة اضافية للوكالة بقيمة عشرين مليون اورو تتمة للمساعدة الاولية التي كشف عنها الاسبوع الماضي بقيمة ثلاثة فاصل خمسة ملايين اورو في السياق ذاته كشفت الحكومة الكندية عن عزمها استئناف تمويل الانروا بينما تستمر التحقيقات مع موظفها مشيرة الى تبرع قوات البلد بنحو ثلاثمائة مظلة شحن للاردن بغية استخدامها في عمليات الانزال الجوي للمساعدة في غزة وفيما ابدت الامم المتحدة تفاؤلا حذرا بشأن خطوات استئناف تمويل الانروا من عدة دول تلتحق الولايات المتحدة الامريكية بالركب عبر مقترح تشييد ميناء على السواحل البحرية للقطاع مخطط اغاثة امريكي وسع دائرة الشكوك حول جدوى اقامته وما اذا كان سيجنب قطاع غزة حقا كارثة انسانية وشيكة تنتظر طفلة فلسطينية لا تحمل اسما استشهدت والدتها التي تدعاها نادي ابو عمشة في قصف صهيوني على مخيم النصيرات تنتظر هذه الطفلة مصيرا مجهولا حيث تمكث منذ ثمانية وسبعين يوما في حضانة الاطفال بمستشفى شهداء الاقصى بدير البلح وسط قطاع غزة ولا احد من عائلتها زارها او سأل عنها منذ ولادتها او او منذ ولادتها واعادتها الى الحياة في الثالث والعشرين ديسمبر الماضي من رحم الموت ولدت وبعد ثمانية وسبعين يوما قضتها في حضانة الاطفال ها هي الطفلة الغزاوية تشهل مصيرها واي خبر يوصلها بعائلتها كحال الكثير من يتام غزة لا تحمل اسما فقد استشهدت امها وهي حامل بها في الثالث والعشرين من ديسمبر ابصرت النور قبل اوانها والدتها قضت في قصف صهيوني على احدى مدارس النازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة اجريت عملية قيصرية للام الحامل على الفور لانقاذ حياة الجنين وكانت جميع العلامات الحيوية متوقفة الا ان الطاقم الطبي في مستشفى العودة نجح في انعاش القلب والرئة فعادت الطفلة الى الحياة بعد تزايد الضغط على مستشفى العودة تطلب نقلها الى مستشفى جهداء الاقصى بمدينة دير البلح وادخلت قسم العناية المركزة ووضعت تحت اجهزة التنفس الصناعي وكانت حالتها صعبة للغاية وبعد اسبوعين حدثت المعجزة الالهية وتحسنت لحتى الان الطفلة نوعا ما تحسن ولا يوجد اي وسيلة للتواصل مع الاهل الام شهيدة والاب لا نعلم اي طريقة للتواصل معه ولا نعلم ماذا مصابل يفترض في الطفلة التي اختير لها اسم سمية ان تغادر المستشفى لكن الى اين ما دام مصير عائلتها لا يزال مجهولا كحال ابناء غزة طالبت الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية اراضعة على الكيان الصهيوني ومن اسمته باركان الحكم فيه لاجبارهم على الانصية على القانون الدولي وحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الاساسية الخارجية اكدت في بيان الاحد ان الاوان قد حان لصحوة دولية قانونية واخلاقية جدية تضع حدا لما اعتبرته اختطاف الاحتلال لكامل قطع غزة وسكانها واختطافا لارادة السلام الدولية كرهينة للمساومة والمقايضة البيان اضاف ان مواقف الكيان تعكس عمق تمرده على القانون الدولي وامعانه في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين وقواعد الحرب واصراره على عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين ورفض تطبيق اجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق اصرار وتعمد جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته امام الابادة الجمعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطع غزة الرئيس تبون في كلمة له ليلة الاحد بمناسبة حلول رمضان شدد على مراعاة حرمة هذا الشهر لدى الامة الاسلامية يحل علينا رمضان هذا هاته السنة وقلوبنا تعتصر ألما لمعاناة أشقائنا في فلسطين المحتلة وهي مناسبة نجدد من خلالها دعوتنا للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته أمام هاته الابادة الجماعية وأن يراعي حرمة هذا الشهر عند الامة الاسلامية هذا ودعت الجزائر وسيراليون إلى ضرورة وقف إنساني لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة جاء ذلك لدى استقبال وزير الخارجي الجزائري أحمد عطاف نظيره السيراليوني تيموثي موساكابا الأحد في مقر الوزارة بالعاصمة الجزائر يتزامن وجود السيراليون والجزائر في عضويتهم غير دائمة في هذا المجلس فتبدلنا أطراف الحديث حول الملفات العديدة المطروحة أمام مجلس الأمن في هذه الساعة وعلى رأس هذه الملفات ملف فلسطين وملف غزة نحن وقفنا جنبا إلى جنب لإدانة الوضع القائم في غزة ورفح حيث قتل أكثر من ثلاثين ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال نحن ندعو إلى وقف إطلاق نار إنساني عاجل وأكذا ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما أكد رئيس دبلوماسية الجزائر وسيراليون على توفق رؤى بلديهما تجاه القضايا الدولية الرهنة وتنسيقهما المشترك في إطار مجموعة الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عربنا عن ارتياحنا عن التنسيق الوطيد والتنسيق الراقي الذي يجمع بين سيراليون والجزائر في إطار مجلس الأمن من خلال تجانس وتقارب كامل في المواقف بالنسبة لهذه الملفات بما في ذلك ملف فلسطين وملف غزة حاليا الجزائر وسيراليون عضوان من بين ثلاث دول إفريقية ذات العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن منذ الفتح جونفي من هذا العام الجزائر وسيراليون عملت على العديد من الملفات عملنا من أجل تمثيل القارة الإفريقية وكذا تمثيل الإنسانية في أعلى هيئة دولية مسؤولة عن السلم والأمن في العالم ألقت حرب الإبادة الإبادة الصهيونية المتوصلة في قطاع غزة بظلالها على الاستعدادات لشهر رمضان هذا العام الإبادة الممنهجة في القطاع أدت إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية في ظل تفشي المجاعة وانهيار المنظومة الصحية لتحرم الفلسطينيين من الاحتفال والفرحة بقدوم الشهر الفضيل يستقبل الفلسطينيون شهر رمضان هذا العام وسط أهوال حرب إبادة صهيونية دمرت كل شيء حي في قطاع غزة معاناة إنسانية غير مسبوقة عرضت الملايين لمخاطر المجاعة والأمراض نستنى رمضان من السنة للسنة بس عشان الوضع اللي احنا فيه فيش اقبال فيش حدا له نفسي حتى زيني لرمضان في الشوارع مجازر حرب ضد الإنسانية إبادة جماعية لذلك نحن في بلدية الخليل قررنا اختصار شهر رمضان على الشعائر الدينية فقط الإبادة الجماعية التي ينتهجها الكيان في القطاع حرمت الفلسطينيين في الضفة الغربية من مظاهر الاحتفال والفرحة يكتفي هؤلاء حصرا بإحياء الشعائر الدينية التي لا طالما طبعت الشهر الفضيل العام هذا قررنا بقرار رسمي أن البلد القديم لن تزين كرامة لدماء أطفالنا ودماء شيخنا وكبارنا الشهداء هناك من حرم من الوصول إلى المسجد الأخصر المبارك من أبناء الضفة الغربية حتى من أهل مدينة القدس التواجد في المسجد الأخصر المبارك والصلاة والعبادة يجب على الجميع التزام بتعليمات الأوقاف الإسلامية الهدوء الصبر بعد خمسة أشهر من الإبادة يحل رمضان على فلسطين في ظروف حرب قاسية قتلت الأبرياء دمرت الأحياء وشردت وشتتت شمل العائلات في شهر فضيل يفترض أن تلتئم فيه الأسر تحت سقف واحد يحرس التونسيون قبل شهر رمضان على حمل كل الأون المصنوعة من النحاس إلى المحلات المتخصصة في تنظيفها وطلائها من جديد لتصبح جاهزة لإعداد مختلف الأطباق خلال الشهر الفضيل العملية التي يطلق عليها تونسيون اسم القزدرة مكنت في عام من ازدهار حرفة تلميع الأون النحاسية في الأحياء العتيقة بالعاصمة تونس وكبرى مدن البلاد أصوات المطارق التي تضرب على النحاس تضرب مسامع المارينة في أزقة مدينة تونس العتيقة حيث تجذب ورشات العمل زبائن يرغبون في تلميع أوانيهم النحاسية القديمة بحلول شهر رمضان مختار هو الآخر واحد من القلة القليلة من الحرفيين المتخصصين في تلميع الأون النحاسية ظل وفيا منذ عشرات السنين لورشته فيما لم يعد بريق هذه الحرفة يجذب الشباب الذي صار يفضل الربح السريحة قبل المنضان لقبال موجود قد اللي عنده قطعة بشي قزرها بشي صلحها كذير والناس كي تشوف النحاس حتى في بيبليستي في التلفزة تبدأ تنجر ولا كروينا محطوها على التاولة يقول الحنين يزوم النحاس قد اللي عنده حاجة من تركنا يمشي جبدها ويصلحها فأولا نحاس ما يموت شراء يقدم النحاس يقدم عشر عشرين تأذي سنين القطعة ترجع أما الصناعية قلت شوية يا أخي الأزيز الصناعية قلت الصناعات الحرفية لأدوات المطبخ تشهد تراجعا بسبب ارتفاع أسعار النحاس في تونس على غرار كل أنحاء العالم لكن بالمقابل لا يزال الطلب متزيدا على تلميع الأوان القديمة في الأقبال في رمضان شوية أما دين متوى والحمد لله مش ينكر فضل ربي حتى ربي يدع لي النعمة الحند لله نعمة ونسترسقه وروقه يوميا يكتب عليه نحاس فيه خدمة ما بحاجة بركة غدا برشا الأوان النحاسية تكتسي مكانة هامة في تونس ليس فقط لقيمتها الجمالية وحسب وإنما أيضا بسبب البعض الصحي الكامن في معضن النحاس مقارنة مع غيرهم من المعاضن المستخدمة في صناعة أوان الطعام تبادل الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون أمسية الأحد التهاني مع نظره التونسي قيس السعيد في مكالمة هاتفية بمناسبة حلول شهر رمضان راجينا من المولى أن يعيد الشهر الفضيل على الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي بالرخاء والتقدم والازدهار وفق ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية أكد الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون حرص بلاده على بذل الجهود لينعم المواطن بثمرات التعافي والاستقرار الذي تعرفه تبون وفي كلمة له ليلة الأحد هنأ فيها الجزائريين بمناسبة شهر رمضان مبرزا ضرورة عمل الجميع على تقوية الجبهة الداخلية وتلاحم الأمة وتنمية الروح الوطنية والمواطنة يهل علينا غدا شهر رمضان بما يحمله من خير وبركة على أمتنا العربية والإسلامية سائلين الله أن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه ونحن نستقبل نسمات شهر الرحمة فإن كل جهود الدولة منصب على أن ينعم المواطنون بثمرات التعافي والاستقرار الذي تعرفه بلادنا مما يدعونا من باب تقاسم المسؤولية الجماعية إلى العمل جميعا على تقوية الجبهة الداخلية وتلاحم الأمة تنمية الروح الوطنية والمواطنة هذا وبرك الرئيس تبون في كلمته افتتاح جامع الجزائر كما هنأ أفراد الجالية في المهجر بحلول الشهر الفضيل نغتنم هاته السانحة العظيمة لنبارك لجزائريات والجزائريين افتتاح جامع الجزائر لما يوفره هذا الصرح العالمي والعلمي من مرافق تليق برسالته النبيلة المبنية على قيم الاعتدال والوسطية كما لا يفوتني في هاته المناسبة أن نهنئ أفراد جاليتنا في المهجر متمنيا لهم قضاء شهر رمضان في ظروف حسنة ببلدهم أو في الغربة ورمضان كريم عاده الله علينا بالخير والبركة نبقى في أخبار الجزائر وفي شأن آخر حيث أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بصرف منحة لكل الفلاحين المتضررين من الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا بيان للرئاسة الجزائرية صدر في ختم مجلس الوزراء نقل عن الرئيس تبون تأكيده على ضرورة صرف المنحة المقدرة بخمسين ألف دينار في غضون أسبوع على أقصى تقدير وعن المشاريع المنجمية المهيكلة أمر الرئيس والجزائري للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الدفع أكثر بتقدم هذه المشاريع وبخصوص توفر الأدوية في المؤسسات العمومية الاستشفائية شدد الرئيس تبون على عصرنة وتحديث منظومة الصيدلية المركزية وإعادة النظر في طريقة تسييرها ووجوب إرساء نظام يقضى لتفادي التذبذب في عملية التزود بالأدوية وأمر الرئيس تبون بضرورة التعامل بصرامة مع كل المتعاملين الاقتصاديين المتعاقدين مع كل المؤسسات العمومية الاستشفائية خاصة المتعاملين المعنيين بتوفير الأدوية الخاصة بمرضى السرطان كما أمر بتخصيص اجتماع لمجلس الوزراء لدراسة موضوع المدن الجديدة بطريقة علمية وتقنية أشرف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لالاتصال النشر والإشهار بالجزائر كمال مسعود الغم على حفل تكريمي نظم على شرف عاملات قناة الجزائر الدولية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الغم وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أثنى على اللمسة المميزة التي تطبع أداء الصحفيات والعاملات في القناة اللواتي يشكن نحو 25% من الموارد البشرية التي يتوفر عليها فرع المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار مبديا فخره بالقيمة المضافة للعنصر النسوي في ضمان خدمة إعلامية راقية ونجاح القناة التلفزيونية الفتية الرئيس والمدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار بالجزائر أعرب عن أمنيته في أن يكون هذا اليوم مناسبة أيضا لتثمين ما تم تحقيقه من مكاسب مهنية وإنجازات والبناء عليها في المضي نحو مستقبل زاهر انتهت النشرة شكرا لكم تبقى الروابط الإلكتروني للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة